السلام عليكم مرحبا بكم معنا على قناة مريم كيتشين تمنى تكونوا بخير إن شاء الله اليوم غدي نختم لكم وصفة مقروت بدون قلي يعني في الفرن غدي ندوزوا دبع المقادر والمرحيل غدي نحتاجوا إن شاء الله زوج كسان دقيق تحين كاس في نور كاس زبدة مدوبة ونصف كاس ماء مخلط مع المال ورد بشكل متساوي وثلاثة القبصات سعى الملحة غدي نخلطوا دقيق تحين مع الفينو والملحة ونخلطوا شوية مزيان نزيدوا عليها زبدة مدوبة وغدي نخلطوا غيب الأصابع مخسناش ندلكوها دبع غدي نزيدوا الماء مع الماء والورد ولكن شوية بشوية مخسناش ندلكوه غيب الأصابع نين غتزيدوا الماء كامل غتشوفوا العجينات جمع غيب واحدها كنعودها ولكن ما تدلكوهاش هذا ضروري لأنه إذا دلكتوها ما غديش تشرب لنا العسل من بعد غطوا عليها وخليوها ترتاح لمدة 30 دقيقة بالنسبة للحشوة غادي نحتاجوا 250 جرام تعجين التمر 5 معلقة تكبار تع زبدة مدوبة 5 معلقة تكبار تع زنجلان محمص ومطحون 10 معلقة تكبار تع مزهر ومعلقة صغيرة تع القرفة غادي نخلطوا جميع المقادر وغادي نحصلوا على عجينا بحال هادي غادي نقسم عجيناتنا على ثلاثة ونديروا منهم قطبان متساويان غادي نخليكم مع طريقة التشكيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتبازينوهم على الطريقة اللي بغيتوها ندخلوهم في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25-30 دقيقة نخرجوا المقرط من الفرن اضعوا مباشرة في العسل مخلط مع بعض مزهار وزينوه بالسمسم و بالزنجلان راكم شايفين معايا كيفاش تيجي راها تيجي رائع و تيدوب في الفم اتمنى تجربوه و لا تنسوا تشاركوا معنا على القناة بصحة و راحة و السلام عليكم